بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين كلنا نتمنى أن ندخل الدنة غير سبيقة حساب ولا عذاب الرسول السلام قال يدخل من أمتي سبعون ألفا غير سبيقة حساب ولا عذاب فواحد الصحاب قال له رسول الله يعني العدد ده ما يجيش شعرة في الأمة ألا استزدت ربك بما معناه فقال الله نعم استزدته فأعطني مع كل ألف سبعون ألف ثم استزدته مرة أخرى فأعطني مع كل واحد سبعون ألف ثم حسى لي حسوات بيده لا أعلم هن قال الله سبحانه وتعالى شو برام ربان سبحانه وتعالى يحسي بيده تلت حسوات من الأمة فإذن بإذن الله في مئات الملايين ممكن يدخلوا الجنة بغير سبيقة حساب والعذاب من أول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيام لكن دي منزلة عالية جدا دخلت يعني كنت تخش الجنة بغير سبيقة حساب والعذاب وتصل لأعلى درجات الجنة دي منزلة عالية جدا فحتى أن واحد من صحابة أم كان اسمه حكاشة بن محصن قال له رسول الله أدعو الله أن يكون منهم قال لها أنت منهم فقام رجل الأخذ قال أدعو الله يا رسول الله أن يكون منهم قال سبق بها حكاشة فنحو لحظتكم بعض الأعمال اللي انت لو عملتها ووظبت عليها بإذن الله تدخل الجنة بغير سبيقة حساب والعذاب حاول تعمل الأعمال دي كلها لو ما يدتش يعمل أغلبها عشان لو واحدة خابت التانية تصيب أول حاجة لازم تصلي فاجر في جماعة وبعد ما تصلي فاجر في جماعة تقرأ الثلاث آيات الأولى من صوت الأنعام جاء في فضل هزيس السنة أحاديث أو فضل عظيم جدا إن كان الأحاديث فيها فاعد الضعف لكن قصر الطرق الأحاديث حول حضرتكم الأدلة بتقوي السنة دي أول شيء الفضل العظيم في صوت الأنعام الأنعام السنة الوحيدة تقريبا من طولها لنزلت يعني مرة واحدة والحديث صحاب الحاكم قال نزلت صوت الأنعام نزلت بها سبعون ألف ملك لهم زجل أو كدوي كدوي النحل ولما نزلت رسول حساب كان نكب على ناقة ومعا صحابي كان بين مكة والمدينة فالنقة برقت من ثقة لسورة الأنعام حتى أن صحابي قال وشعرته أن وركي قد انقصر من ثقة للوحي فالنقة بدتش تتحمل لذلك سورة الأنعام لها فضل عظيم لأنها من أهم سور العقيدة اللي بتفضح اللي بتباين بتقوي إله إله إلا الله وبتوصف الجنة وبتوصف فضائح العرب كما قال عبد الله بن عباس من أراضة أن يعلم أن يعلم فضائح العرب وجهة للعرب قبل الإسلام فليقرأ 130 آية أول سورة الأنعام زي الجالة في فضلها جاي في فضلها في أحد الروايات طبعاً أنا مش حقول لكم الحديث عشان الحديث فيها طول لكن فيه حديث عن جامل بن عبد الله فيه حديث عن اللي يحب ينزل تحت الوصف الفيديو ينزل فيه حديث عن عبد الله بن عباس وفيه حديث عن عبد الله بن مسعود فأحد الحديث بيقول إن النسان إذا قرأ الثلاثة آيات أولة من سورة الأنعام بعد صلاة الفجر لكن لازم تصلي الفجر في جماعة وهين تقرأ الثلاثة آيات من سورة الأنعام طبعاً لو ما صلتش الفجر في جماعة يبقى صعب جداً 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 بل يكاد يكون مستحيل هنا تتخش الجنة بغير سبيقة حساب والعزاب وحولها تتمنى الأدلة لكن لو صلت الفجر في جماعة وقرأت ثلاثة آيات أولة من سورة الأنعام ووصلت على كده بإذن الله تكون من الذين يدخلوا للجنة بغير سبيقة حساب والعزاب ذكر السعلامي عن جابر بن عبد الله في تفسير الثلاثة آيات أولة من سورة الأنعام إن الذي يقرأ الثلاثة آيات أولة من سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنطرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سراكم وجهراكم ويعلم ما تكسبون وقل الله له أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة وينزل ملك من السماء ومعهم الزبة معهم الزبة من حديد فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى في قلبه شيء ضربه ضربة فيكون بينه وبين الشيطان سبعون حجاباً فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى امشي في الظلي يوم لا ظل إلا لا ظل وكل من ثمار الجنة وأشرب من ماء الكوثر وأختسب من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك دي رواية في رواية تانية ذكرها الإمام السيوطي وده من الحاجات اللي بتقوي هذه السنة وهو من أعلام التفسير والحديث في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش في الخصال الموجبة لظل العرش قالوا يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب وأيضاً في رواية تالتة أيضاً اللي بيقوي ده إن في رواية من روايات إن الرجل اللي هو ضعيف ضعيف في السند اسمه إبراهيم ابن سحاق وثقه ابن حبان وقال أرجو أن يكون ثقة وأنه ما يكونش أخطأ يعني هو ثقة وعدل وقعاً بس كان سعب بيقطع لكن طبعاً قصر الترك الأحاديث أيضاً فيه طريق أخرغ ابن الضريس إنه وكل الله لو سابعين ألف ملك استغفرون له إلى يوم القيامة وله مثل أجورهم يعني مثل عباداتهم ومشوف بقى الميزان يبقى عامل الزي لما سابعين ألف ملك كل يوم يستغفرونك وعباداتهم وتذبحهم في ميزانك لغاية يوم اليوم طبعاً شيء عظيم جداً أصح الروايات أو مش أصح الروايات أقرب رواية للسنة إن عبد الله بن مسعود قال وده رواية تانية ما تصلى الصبح في الفجرة الصبح في جماعة أو الفجرة في جماعة ثم جلس في المصلة وقار أساس آية قوله من صورة العام وكر الله له سبعين ألف ملك يدعون له وصلون له إله من القيامة بقى ده رواية هنا بقى قال 70 80 ملك ما قالشard 70 1000 ملك عبد الله بن مسعود قال 70 ملك ما قالش 70 1000 فدي طبعاً الصناعظمة جداً فدا يوريك ليه عبد الله بن مسعود قال كده لإن ذا صحيح كون جمبي عبد الله وعبد الله بن 살아 بس ما جموش شرطة الجسلات الجماعة لان الصحابة كلهم كانوا بيصلوا جماعة. مش عدة منهم كانوا يتخلف عن صلات الجماعة. لكن عبد الله مما مسعود لانه من اكتر الصحابة اللي كان بيشد في صلات الجماعة ويباين اهميتها ويباين اسم وخسار الفادحة اللي ما بيصلوهش. عشان كده. موقوفا لما تصلى فجر في جماعة. وان ترى قرق اساس ايه تقول من صورة العام. ربنا بيوكله سبعين ملك سبعين ملك ليصلوا عليه. هتقول له غات يوم الايامة. طبعا عنده كل يوم تصور بقى الصحابة العظيم. طيب. آآ. ليه نبقى صلات الفجر في جماعة? اللي ما بصلش الفجر في جماعة منافق. بنص الحديث الرؤوس والسلام. وهو على خطر عظيم وربما يفسد عامله كله. وحقول له حضركم الادلة. عشان فعلا اللي عايز يدخل الجنة بغير صباح خساب ينزل كل يوم بصلي الفجر في الجامعة. ويقرأ ثلاث آيات مسؤولة مسؤولة العنام. آآ. طبعا فيه اعمال تانية. هنحول لحضراتكم عليها. تقرأ صورة اللي خلاص عشر مرات بعض كل الصلاة. لو 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 في يوم هتشايع جنازة تصحى صايم وتتصدق بصدقة. ولو قدرت ان انت تزول مريض في اليوم ده. يبقى يبقى شيء عظيم. لو ما قدرتش يبقى كفاية تلات اعمال دول. تتشايع جنازة وتكون صايم دي اهم حاجة وتتصدق بصدقة. لو انت عملت التلات اعمال دول او الاربع عمال دول في يوم تدخل الجنة بغير تصلي صلاة التسبيح. وحنبين دوقتي ميزيتها. وجاء في فضلها كلام عظيم جدا. وايضا تدخل الجنة كما جاء في في كما ذكر الاحناف. ان الانسان يتصلى صلاة التسبيح حتى لو مرة واحدة يتقل الجنة ده بغير سابقة حساب والعزاب. الحاجة الخامسة. حصل التوقر على الله. وتقرأ صوت الاخلاص. تقرأ صوت الخاص عشر مرات بعد كل صلاة. وحنبين برضو فضل هذا السنة. وحصل التوقر على الله. فتعالوا بقى نكلم أولا على صلاة الفجر في الجامعة والأدلة عشان العايز فعلا يتقل الجنة بغير سابقة حتى السابقة وعزاب. يتدارك نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال. أثقل الصلاة على منافقين العشاء والفجر. ولقد هممتوا. ولو يعلمون ما فيهما لأتهوهما ولو حبوا. ولقد هممتوا عن آمروا بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا ليصلي بالناس. ثم آمر بحطم فيحطم. ثم انطلقوا مع رجالهم. معهم حزهم من النار. فأخالفوا إلى قوام اللي أشهدون الصلاة. فأحرقوا عليهن بيوتنهم. بالرسول صلى الله عليه وسلم. هم. إن دوقاتك صلاة الجماعة. بالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللي بيكون حسنه تقيم. مش قادروا يصلي فجر في الجامعة. في الجامعة. أثقل أثقل الصلاة على منافقين الأشياء والفجر. طبعا في الجامعة. ولو الصلاة يقوم. وما يصليش الجماعة. ويصلي وخلي واحد يصلي مكانه. وعشان يروح يضبط الناس متلابسين. يضبطهم متلابسين. ويحرق البيوت على رأسهم. طبعا مش معقولة واحد. الرسول صلى الله عليه المنافق. مش معقولة واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم صرفت الجماعة بسببه. وراح بيته. وراح بيته عشان يحرق بيته. يخش الجانب غير تسابقة حساب والعذاب. عشان كده عبدالله موسود. أكدوا بقى لازم نصلي الصبح في الجماعة. وقعني نقرأ ثلاث آيات وقوموا بصورة العلام. المرأة ملاقش صلاة جماعة. اهم حاجة تصلي حاضر بعد ربع ساعة أو تلت ساعة. تصلي وقعني تقعد على نفس مصلاها وتقرأ ثلاث آيات وقوموا بصورة العلام. طيب. الدليل الثاني. ولو يعلمون الدليل الثاني. اه احنا قولنا اه 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 احنا قال. لو لما في بيوت من النساء والذراري لخالفتوا الى الاقوام فعرقتوا عليهم بيوتها. يبني منع رسوله السلام من فعل ذلك. النساء والاطفال الذين لها سلام هم ذمن بيوت. هم يقول ده يا خالف مناع على رسوله السلام انه يروح للناس دي ويحرى بيوته. طبعا مش ممكن رسوله السلام واحد هم انه يحرى بيته. ده مش ممكن. ده بس كلا. ده عملك كله ربما يفسد. لان رسوله السلام قال. اول ما يحاسب عليه عليه. اول ما يحاسب عليه. عبده وم قيمة الصناة في ايه ده صالحات الصالح العمل كله وإذا فسد فسد العمل كله طب ده أنت منافق ومشكلة ومسل تصلات غير مقبولة وحلigatorكم الأدلة من صحيح مسلم ومن صحيح أبي داود الدليل الثاني من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر مالوش صالة راح صالح ملكان ومصلوش من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر الدليل السالس من سمع نداء فلم يلبي من غير عذر لم تقبل منه الصلاة ولا تصلاها. لم تقبل يعني الصلاة ما تقبلتش. ماذا هتتقبل؟ قالوا رسول الله ما العظل قال خوف او مرض. ومش اي خوف ومش اي مرض. لازم خوف شديد او مرض شديد. عظل قهري يمنعك للنزول. كلب عقور مرض شديد. وكانت هذه الاعذار لا تمنع السحابة. كان يؤتى بالرجل ومنها يحملوا بين الرجلين يعتهادى تخطوا رجلها في الارض حتى يقام في الصف. يحمل حملا وهو مشلول تجلب تخط تحط في الصف. وانت صحيح معافة وجنب البيت ومش عايز تنسي. بقى منتظر ربنا دخلت الجنة بجانب سابقك عن سابق العذاب؟ طعم مستحيل. لازم يكون لازم يكون لازم يكون وقعيين ويكون عفلانين مع نفسنا. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخل واحد منافق وبيستسقل الصلاة لان لو لو واحد قالك تعالى في صلاة الفجر ووقت صلاة الفجر هتعمل لي عمل معين مدته عشر دقايق او ربع ساعة اللي هو وقت صلاة الفجر وعديك مئة الف جنيه مش هتنام طول الليل حشان تروح تعمل العمل. معين صلاة الفجر صوابة في الجامعة افضل مليار مرة من المئة الف جنيه لحد هالا دي. لان صلاة الفجر في الجامعة بقيام ليلة بحالها. السيد عمرو الخطاب كان يقول لان اصلي الصبح في جماعة احب غلاية من قيمة ليلة الكاملة وبحجة تمه الى بيت الله الحرام. طب مش كلا هو بس ده اللي يصلي الفجر في جماعة اربعين يوم ما يتخلفش يوم واحد يعطى براءة من النار. خلاص. العمائل وقاله الكلب بيقصر بيبع انسان تاني عشان كده اللي بيصلي فجر في جماعة كل يوم واظب عليها ويقرأ حق الخديث السنة يقرأ الثلاث آيات بقول لما سورة النعام يدخل الجنب بجانة سبقة سابقة العزب. لانها دليل على قوة الإيمان دليل على سبقة الإيمان. فالدليل بعد كده شوفوا 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 شوفوا. عبدالله من أم مكتوب قال له على صلى الله. أنا دارين. والحديث في صحيح مسلم. أنا دارين شاسع الدار عمي بصري ومع غلام الله ولا أمني. أو تجده لقصة فلوصلي في بيتي. قال له هتسمع النداء؟ قال نعم قال لا أجد لقصة. تسمع النداء؟ قال له ملكش اللي عنده لقصة. يبقى في رواية الأخرى يعني هتسمع النداء؟ قال لا قال فلبي النداء. أنا دارين شاسع الدار شاسع الدار يعني بيت بعيد جدا. كان بيته على بعد خمسة كيلو متر. شوفوا لما واحد يمشي خمسة كيلو كل يوم هو أعمى في طرقات المدينة الوعرة المليانة الطين في الشطر هو أعمى ويمشي خمسة كيلو على جليه. الرسول عليه السلام ما يرداش يجزله وهو الرسول عليه السلام أفضل أرحم خلق الله. يبقى أنت لما جنت جنب البيت وتسمع اللازم ما وتروحش. حيث ربنا يدخل الجنب ويمشي خمسة حسابه. ده أنت منافق وده أنت عملك. ده أنت عملك يعني ربما يفسد كل يوم القيامة. يعني الرسول عليه السلام يقول لأ أور ما حسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إذا صلوحات صلوحة العمله كله. إذا فسدت فسد العمله كله. طب انت هتأبرى بنصر على بألاف بيئات أو آلاف الصلوات غير مقبولة. حديث ثاني من صمع النداء لصلاة العشاء فلم يلبه لم تقبل منه الصلاة ولا صلاة. الصلاة مش بقبولة. هتكتب إن انت صليت وخلاص. لكن يبقى أنت على الخطر عظيم. زي ما نزعت البركة من الصلاة. نزعت البركة من العمل. لأن العمل ببدأ على الصلاة. يبقى فين بقى تخش الجنب غير الصلاة. يبقى أنت ضيحت منك الصواب العظيم. ده أول شيء تصلي الصلاة في جماعة وانتقرأ ثلاث آيات أولة من صوت العمل. الحاجة الثانية. انتقرأ صوت الإخل لو خرعت صوت الإخلاص. بعد كل صلاة عشر مرات. بإذن الله. وعظمت على هذا العمل. هنزيز سنة اليسيرة. تدخل الجنة تبقر سابقة حساب والعذاب. كل حضوكم الأدلة. كما ذكر الإمام الصيوطي وهو من علامة التفسير. في والحديث. في كتابه. التفسير بالمقصور. الدر المنصور في التفسير بالمقصور في الفضاء العظيم الذي قلها الله أحد. والحديث ده. قال لي علي ابن الكثير إن السنة ده جيد. قال ثلاث من جاء من هنا مع الإيمان. فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يدخل ما إيها شاء. وزوج من الحرين كفى ما شاء. من عفى. من عفى. من عفى عن قاتله. من قضى دينا عن غارم في السر. ومن قرأ أقول والله أحد عشرة. عشرة مرات دوبرة كل صلاة. طب يؤكد الحديث ده إيه. العديث ثاني يقولك أن انت حتخش الجنة بغريد سابقة حساب والعذاب. ورواها الأمام السيوتي أيضا في كتابه الدر المصور. من قرأ أقول والله أحد عشرة مرات بعد كل صلاة. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تانية ان اللي بيقرأ قوله الله حبيت مرة هو على فراشه وهم بعدما يباني بينام على شقه الايمن يقول لهم القيامة قم الجنة على مينك معناها سبق السبق للدخول والدخول الجنة بغير سبق التحساب على عزيزي. ده مش كلا هو بس لانت حتبني خمس اصول عظيمة بساحة القصر الواحد مش اهل من ثلاثين مليون كيلومتر لقبل وصولها السلام في الحديث اللي هو حديث مرسل الصحيح اللي صححه الامام الالباني وهم اصح مرسل سيدنا سعيد بن مسيب من قرأ قوله الله عشر مرات حتى يختمها بلأ الله له قصرا في الجنة من قرأها عشرين مرة بلأ الله له قصرين من قرأها ثلاثين مرة بلأ الله له ثلاثة قصور وقال سيدنا عمر بن قطاب اذا نكسر رسول الله قال الله اكثر واطيوب في رواية عن سيدنا ابو وكر الصدق. طيب ابقى انت هتبني خمس اصول عظيمة والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قصر النبي والشهيد به به خمسة الاف غرفة وقال عليه السلاطة وسلام في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حور مكسوراتهم في القيام الخيمة في الجنة ستون ميلا في ستين ميلا وتفعوها بان pers mai والارض يعني الخيمة في الجنة او الخرفة في الجنة بسحتها ثلاث تلاف وستمائة ميل مربع. ولو واحنا قولنا للاصر في خمس تلاف غرفة يبقى خمس تلاف تلاث تلاف ستتمائة يعني يعونوا واحد. واحد وعشر مليون مين مربع يعني ثلاثين مليون كيلو متر في خمس أصور يعني مية وخمسين مليون كيلو متر آآ كل يوم يبقى زيت من مراسك في الجنة ما يساوي مساحة جمهورية مصر العربية مية وخمسين مرة. يبقى ان شاء الله ما تخش الجنة بغير سبيقة حساب بإذن لا تخش الجنة بغير سبيقة حساب ولا عذاب. لو اكسرت طبعا اكتر بعد ما تقرأ خمسين مرة تقرح مئات المرات كل يوم فده بإذن الله يكون سبيق قوي جدا لدخولك الجنة بغير سبيقة حساب ولا عذاب. فده بقى صنة عظيمة جدا ومهجورة كثير جدا منها عايز ما عافهاش لها فضاء عظيمة جدا لو عايز تعرف في التفصيل اكتف في جوجل الفضاء العظيمة للإكسار جدا جدا للإكسار من قوله الله أحد كل يوم هيتلع لك بالتفصيل الحاجات التفصيل اللي ما داشت أقولها دلوقتي في الفيديو آآ لكن يكفي ان لك ان انت بش بس حديد بمراسك في الجنة ده حديد بمراسك من الحور العين والدان المخلدين الالاف والمئات أو العشرة الولوف من الحور العين والمئات الولوف من ودان المخلدين لان سيدنا عمرو الخطاب كان يخطب عن بمبر وقال او تدرن ما جنات وعدم قال قصر به عشرة الالاف باب على كل باب خمس وعشرون الف امرأة يا رب رسو حتى عنا ما ببني أصر في الجنة ببنوش فارغ ببنوش في كل ورفة واحدة او اثنين او ثلاثة يبقى وده من ودان المخلدين كمان لان كل قصر بيكون فيه من عشرة الاف سبعين الف من ودان المخلدين يبقى خمس اثور يبقى مئات الولوف من ودان المخلدين فدي ده المنقبة ده ده الصنة التانية ان انت تقرأ على الاقل قل الله حد عشرة مرات بعد كل الصنة الثالثة او العمل التالتين نتاعمله صلات التسبيح صلات التسبيح لها فضل عظم جداً سيدنا عبد الله بن عباس روى ان الرسول عسلان قال لعمه العباس قال له هو يا عمي يا عم رسول الله يا عباس يا عم منحك ألا أهديك؟ ألا أهديك بعشر خصال إن أنت فعلتها غفرت لك الذنوب غفرت لك ذنبك غفرت لك الذنوب كبيرها وصغيرها أولها وآخرها خطأوها وعندوها سروها وعلنيتوها قادموها وحديثوها عشر خصالة تطلع من الصالة دي زي الحج كل ذنوب اللي جعلت إنه في رواية في صحيح أبي داود في صفيد أبيود إنه تخفر لك الذنوب ولو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا تخفر لك الذنوب ولو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا جاء في فضل هذه السورة كما ذكر كتب الأحناف إنه لو صلاها ولو مرة واحدة هجي الصلاة دخل الجنة بغير سبيقة حساب والعزاب الحديث صححوا أكتر من مئة عالم صححوا أكتر من مئة عالم فبداية من صححهم الإمام الزهبي الإمام السيوطي الإمام الدلقاطني الإمام أبو موسى مديني من المحدثين المعاصرين الإمام الألباني الإمام الشوكاني وغيرهم كتير الحديث بإذن الله صحيح وصحوا جمهور علماء بل أنهم قالوا إنهم كانوا من أوراد الصالحين ومن طرقهم وما فيش إنسان بيستخفف هذه الصلاة إلا جاحد وممكن للصواب العظيم لهم فالأنت لو زبت على الصلاة دي وإلى حتى فراصصا قال له قال له تصلي تقرأ بعد ما تقرأ الفاتحة وتقرأ تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر خمستاشر مرة بعدين تركع تقول عشر مرات بعدين ترفع عشر مرات بعدين تسجد تقول عشر مرات بعدين تطلع بين السجدتين تقول عشر مرات بعدين تسجد تاني تقول عشر مرات بعدين بعد السجدة التانية ما تقومش تفضل قاعد تقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر كنا خمسة وسبعين مرة في كل رقعة يبقى تلتميد تسبيحة في الأربع رقعات تقول التسبيح ديت وبعنين تقرأ التشهد. يبقى انت كده سبحت تلتمين تسبيح في كل واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله لله كبر يبقى الف وموتين تسبيح. فانت لو وزبت على العمل ده يعني جاء في فضلها لو مرة واحدة تدخل الجنة بغير سباقة حساب والعذاب. طبعا مش انسان عاقل يضيع هذا الصواب. الحاجة الرابعة ان انت تعملها وتدخل الجنة بغير سباقة حساب والعذاب انك انت لو عرفت ان انت شايع بكرة جنازة تسحى لازم لازم تسحى صايم. ما تضايحش فرصة العظيمة دي ابدا. لان سيدة اباكر الصديق والحديث طبعا حديث صحيح. رأس صديق قال مان منكم اليوم شايع جنازة? فقال اباكر الصديق انا رسول الله. فقال مان منكم اليوم اصبح صائما. قال انا رسول الله. قال مان منكم اليوم تصدق بصدقة. فقال سيدة اباكر الصديق انا رسول الله. قال مان منكم اليوم عادة مريضا. فقال اباكر الصديق انا رسول الله. قال ما اجتمعت هاته الخصاله الاربع في يوم في عقف مسلم الا وادخله الله الجنة. لو ما قالوا ايه? قالوا ادخله الله الجنة تبغيري سبيقة حسابه الاعزاب. بس المهم ان الاربع الخصال دول تجتمع فيك. لكن لو انت عملت التلاتة منهم وما تحسر لش لكن تتزول مريض بازن الله تدخل الجنة تبغيري سبيقة حسابه الاعزاب. وده يسمى يوم الصديق وده بقى فعله اصحاب الالباب الصالحون المشاملون للجنة. يعني كثير من الصحين جدا يفعله هذا. لان سيدنا برقصة دي كان امه. فلو انت اجتمعت فيك الاربع خصال دول. في يوم واحد. لذلك بعض الصالحين بيعمل ايه? يبقى يعرف البكرة حسابه على جنازة لازم يسحى صايم. ويتصدق بصدقة وبعدين يروح زور مريض بعد ما بيطلعه من الجنازة. يروحين مستشفيات التأمين الصحي ويدخلوا يزوروا المرضى اللي هم ما يعرفهمش ومعهم معهم اطعمة ومعهم فلوس ويزعه على المرضى عشان يحقق هذه السنة العظيم. بتضمن الجنة بغير سابقة حسابه على حسابه وتضمن حسن الخاتمة ويبقى خلاص. طبعا دي صواب عظم جدا. طبعا انت ما تهسر لك شي لك ان تزور مريض وعملت التلاتة ودول بازن الله. وحول حدوك بالدليل ان رسول عليه السلام قال. من كان له سلاس بنات فاحسن تأديبهن فعلمهن واحسن تأديبهن وزوجهن وصبر علينا حتى زوجهن كنا له حجابة من النار او سترة من النار. وفي رواية كان له سلاس جواري. ففي رواية اه هو في رواية الصحابي قال له رسول الله ولو اثنان لو واحد له اثنين بس قال له 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 اثنان. ثم صرف رسول الله السلام فقال فقال الصحابة او قال رأوا الحديث ورأينا لو اننا لو قلنا له ولو واحدة لقال نعم. بازن رسول الله السلام بعد ما قال ثلاثة لما الصحابة رجعوا وقال له اثنين قال له اثنين. وقال الصحابة لو قلنا له واحدة كان سيقول ماشي. والحديث ان لو قلت لكم دوقتي عن الفضل العظيم لقول له الله احد. الراسل السلام قال سلاس من جاء بهن مع الايمان ادخل زوجة من الحر العين كفا ما شاء وادخل الجنة زوجة من الحر العين كفا ما شاء. وفتعت له ابواب الجنة الثمانية يدخل منها شاء. اه 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 من عفى عن قاتله ومن قضى ضينا عن غانب في السر. ومن قرأ اقول له احد عشر مرات دوبة رسول الله وقال له صلاة فسيدة ابو القصيدة قال الله صلى الله ولا هو واحدة. قال الله ولا واحدة. فده يوريك ان انسان اذا تعزل عليه انه يفعل الخصال الاربعة ويفعل ثلاثة فقط بازن الله. اه يعني اه طبعا ان تجاهد نفسك انك تعمل الرابعة. ما قدرتش يبقى كفايا انك تعمل الثلاثة دول. يبقى تأخل الجنة غير سبيقة حساب ولا عزن. بديه الخصال. الحجر الخمسة وديه الاخيرة. يبقى احنا هقول ان انت تصلي الفجر في الجامعة وديه اساسي. لو انت ضاع السجر في الجامعة تصلي فجر في الجامعة كل يوم. لأسف الشديد. وعملت الامال التانية دي صعب جدا ان انت تدخل الجنة. يعني بتجازب عملك كله. لان هي دي اما حاجة. يبقى تصلي فجر في الجامعة وتقرأ اساس ايات قمونا بصورة العام. تصلي صحيات التسبيح. لو تقدر مرة. لنفس اصم قال ان فعلتها كل يوم. لما تستطيع ان الفرعام. لما تستطيع فمرة في العمر. فازالك الصالحون ما بيحاول ان دايما ما يستموش الصالح لسبح دي قبل. في بعض الناس بصليها كل شهر. في بعض الناس بصليها كل 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 اسبوع. في بعض الناس بصليها كل سنة في شهر رمضان. المهم ان انت تتواظب عليها وتكتر منها. لانها من احد الطرق العظيمة لوصول الى الفردوس الاعلى والوصول ان تدخل الجنة بغير سبيقة حسابه الاعزاب. اتفاقة اه تقرأ صورة الاخلاص على اقل لعشر مرات بعد كل اسرة. تا اه الحاجة الرابعة. تحقق يوم الصديق. وتحاول ان انت تشايع جنازة في يوم وتكون صايم وتصدق بصدقة. وانك انت تحاول تزون مريض في اليوم ده. لو عملت الاربع كسال دور في يوم واحد بازن الله تكون الذين يدخلون الجنة تبقى لسبحة حسابه الاعزاب. الحاجة الخمسة. اه اه ده كنت التوقل على الله سبحانه وتعالى. انا قلت الحديث في الاول. عايش عشان طويل ما كملتوش. قال يدخلون امتي سبعون اه اه ادخل امتي سبعون الفا بدون سابقة حسابه والعزاب. قالوا. قالوا من هو يا صلى الله. قال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم يتوكلون. فا يعني ايه الكلام ده? لا لا يرقون ولا يسترقون. علماء قالوا يعني ما يعتقدش. اه ان الرؤية لاتشفيه. ما يبقاش حام مهمه في موضوع الرقع. يبقى فهم ان الرقع دي مغرد السبب. ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى. بمعنى صح يكون عنده حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. حسن فهم للتوحيد. يكون عنده توكل صحيح يا رب العام بسرطة تعالى. يكون قلبه خالي من الشرك الاصغر. ما يعتمدش على الناس. بيكون اعتباده الاصلي على الله. اللي يكون عنده الخاصية دي. دي من اهم الصفات اللي تجعله تصل الى ان تدخل الجنة بغير سبيقة هساب والعزاب. ذا يبيزا اه انك تدخل اي. ليه انشاء الله. لا يركون ولا استركون. ولا يكتوون. لان النصف حسب كلاه يحب الكي. وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكل. يبقى انت العمالة دي كلها. تدخل الجنة بغير سبيقة هساب والعزاب. صلي الفجح في الجامعة. تقرأ اكساس ايات قولة بسوطة النعام. سوط على صلات التصبيح. على قد ما تقدر. تقرأ صوت الإخلاص تكسر منها على الأقل أو عشرة مرات بعد كل صلاة دايما لما تعرف أنك هتشاعة جنازة تكون صايم تكون صايم في دوقات كتير أهمية السيام السيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض وبينت الخسارات الفادحة اللي لا يصومش خالص طول السنة فلما تعرف أنك هتشاعة بكرة جنازة تسحى صايم وتتصدق بالصدقة في اليوم ده وحاول أن أنت تزور المريض ما يدرتش يبقى على الأقل تكون عماية الثلاثة من الأربعة الحجر الخمسة أنك أنت تحقق التوكل الصحيح على الرب العميس سبحانه وتعالى لا تحتميتش على الناس لو فعلت كل هذه الخصال تكون من لدينا فعشان كده ياريت تحاول تعمل كل هذه الخصال عشان لو واحدة يعني أخيها بيتي التانية تصيبه بحيث أنك تضمن بإذن الله أنك تدخل الجنة تبقى لسابر الحساب هكتبلكم كلام ده تحت فيديوه نسخون شوه نشو هذا العمي ثواب العظيم والعلم علما فإن الله أكرم عمي بيام القيامة لا ينقذ ذلك من كل شيء تشتف عجرس واشتراك في قناة لأصلكم كل جديد سعيدوني على الشر الصونة تباية كل قول هذا أستغفر الله اليهود أستغفر الله اليهود أستغفر الله اليهود